حلقتنا لهذه اليوم مصطلح الإرهاب والحق أن مصطلح الإرهاب هو مصطلح محمود ومصطلح مطلوب شرعاً وقد تتعجب كلمة الإرهاب هي مصطلح يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نتكلم اليوم عن الإرهاب المقدس وأقصد به هو الجهاد في سبيل الله وكما تعودنا سنعرف بالجهاد العناصر التي سوف نتكلم عنها سنعرف بالجهاد في سبيل الله ثم نتكلم عن الأدلة من القرآن الكريم عن حكم الجهاد وعن مشروعية الجهاد في هذا الدين الإسلامي العظيم الأدلة من القرآن الكريم ثم الأدلة من السنة النبوية الصحيحة ثم نتكلم عن حكم الجهاد ثم أنواع الجهاد أنواع الجهاد من حيث الهدف والرد على بعض الشبهات ثم نختم بآداب الجهاد أعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بهم عدو الله وعدوكم دائما بتسأل ما بيشعروا بالخجل عندما يقرؤون تلك الآية ولك حبة الرز اللي في صحنهم إجت من الغرب وإجت من أمريكا وبدهم رباط خيل وبدهم قوة ليقاتلوا فيها أعداء الله لك المفروض يقاتلوا أنفسهم المفروض يقاتلوا العقيدة الإرهابية التي دمرتهم ومع هذا نعود إلى السيناريو السابق هكذا يقول الصينيون بناء على عقيدتهم وهم طبعا يقصدون بعدو الله وعدوهم يقصدون المسلمين في تلك الحالة ألا يحق للمسلمين أن يتآمروا على الصينيين ألا يحق للمسلمين باعتبارهم أسياد الموقف ويملكون الذرية أن يخبطوا الصين قم بلا تدكهم تحت سابع أرض ألا يحق للمسلمين الذين وصلوا إلى المريخ واختصروا المسافات وحققوا هذا التقدم الهائل من التكنولوجيا أن يحموا حضاراتهم من الحقد والكراهية التي يحقنها الصينيون في دماء أطفالهم وهم يشكلون أكثر من بليون ونصف البليون هل يجب على المسلمين أن يحترموا بليون ونصف البليون صيني طالما هم متمسكون بعقيدة الإرهاب المقدس تصوروا يقدسون الإرهاب هل تستطيعون أن تتصوروا انحطاطا أكثر من هذا الانحطاط يقدسون الإرهاب ويريدون العالم أن لا يتآمر عليهم ويحتجون عندما يتآمر العالم ضدهم